اليوم يمكن أن نقول على أنه يوم تاريخي لكرة القدم المغربية ويوم تاريخي للمشاركات الأولمبية التي بدأت منذ 1964 يوم تاريخي وإن كنا نتمنى الدهب فاليوم نحصل على أول برونزية يحصل عليها بلد عربي ويحصل عليها المغرب ولكن الأهم ومن حيث الأداء ومن حيث المردودية اليوم الفريق الذي قابلناه في نهائيتك أسفريقيا وانتصرنا عليه بهدفين لهدف واحد بالمغرب ننتصر عليه اليوم بستة أهداف كاملة هذه الأهداف التي تنوعت طريقة تسجيلها واستطاعت أن تبرز لنا الطابع الهجومي الذي توجه المغرب في هذه المسابقة هذه المباراة تاريخية أيضا لأنها حطمت لعديد من الأرقام بين الفردية والجماعية الفردية يمكن أن أتحدث عن رحيمي رحيمي الذي أثبت أنه لم يكن مجرد فلتة في الإقصائيات وفي نهائيات آسيا بل جاء إلى الألعاب الأولمبية ليكون هداف هذه الدورة وهو أول هداف عربي إفريقي للأولمبيات وأيضا حطم أرقام العديد من اللاعبين الذي سبقوه بسجيل أكثر من تمانية أهدف ولكن أيضا حكيمي عفوا رحيمي يسجل في هذه الدورة أنه أول لاعب في الأولمبيات يسجل في جميع المباريات من الإقصائيات حتى التنافس على البرونزية لا يمكن لنا إلا أن نهنئ فريقنا الوطني المغربي وإذا انتبهنا إلى المربع الدهبي في كأس العالم وانتبهنا إلى الربع والنصف النهائي في الأولمبيات سندرك على أن الفرق الكبرى هي التي كانت في مربع الدهبي في كأس العالم وهي الآن جزء منها في النهائي الأولمبيات في باريس 2024 وتواجد المغرب مع هذه المنتخبات دليل على أننا في الطريق الصحيح وأن ما بدأناه في قطر 2022 لم يكن مجرد إنجاز ضرفي ولكن هو نتاج سياسة رياضية حكيمة برعاية صاحب الجلالة رحمة السادس نصره الله وأيداه وبإدارة رئيس الجامعة لقجع وكل الأطقم خاصة وأننا نحقق الانتصارات ونحن نعتمد على الناخب الوطني وبدأ العالم كل يتحدث على أن المغرب أصبحت له فلسفة رياضية وأصبحت له أيضا طريقة لاعب تختلف عن كثير من المنتخبات وهذا التمييز هو الذي يجعله يصل إلى منصات التتميش تابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي